تعالوا بقى نروح برضو لبعض الأخبار السريعة وننتقل على طول لوزارة الشباب والرياضة اللي أصدرت وزارة الشباب والرياضة ترخيص هنا لشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وأعتقد ده أمر رائع جدا علشان يمتد الترخيص لمدة هنا ثلاث سنوات طب إيه اللي هيحصل بالترخيص هنا؟ مفروض هيشمل إدارة المنشآت الرياضية زي عندك الاستادات، الملاعب، الصلاة المغطى، حمامات السباحة، الأندية الصحية بجانب برضو التسويق الرياضي وإدارة وتنظيم الأحداث والمهرجانات الرياضية والمعسكرات طبعا طيب ده بجانب إيه؟ بجانب برضو ترخيص شركة الأهلي لكرة القدم وشركة الخدمات الرياضية وأرسله هنا وأرسل مسؤول وزارة الشباب والرياضة خطابا رسميا للنادي الأهلي حيفيد باستخراج ترخيص شركة الأهلي للإنشاءات الرياضية وبهذا الترخيص إيه اللي حتبدأ أو إيه اللي حيحصل؟ حتبدأ شركة الأهلي هنا عشان برضو حضراتكم تبقوا عارفين خطواتها لإنشاء الأستاذ الخاص بالنادي الأهلي إنشاء الأستاذ الخاص بالنادي الأهلي أعتقد ده أمر كلنا نسعد أن نسمعه كمان حتمنح هذه الترخيص شركة الأهلي لإنشاءات إدارة ملف التسويق الرياضي وإدارة وتنظيم يعني تسويق البطولات والمعسكرات زي ما كنت بقول لحضراتكم الرياضية المختلفة فبتالي ده برضو إنجاز رائع جدا نتمنى التوفيق للنادي الأهلي طبعا في إدارته الثلاث ثانوات القادمة